ازاي نلغي عضوية امازون برايم? زي ما احنا عارفين في الفترة الاخيرة اصبح الاشتراك في امازون برايم بيكون عن طريق جوجل بلاي. فعشان نلغي عضوية امازون برايم بندخل على تطبيق امازون وبندخل على قيمة حسابك. احنا ممكن دلوقتي نلغي عضوية برايم ونفعلها في الوقت اللي احنا محتاجينها فيه. هي قمت الاشتراك بسيطة تسعة وعشرين جنيه لكن بيخصمها باستمرار كل شهر. فانت ممكن بيعد عليك شهور ما تشتريش حاجة من امازون فمش محتاج العضوية في حاجة. فممكن تلغي ها وتفعلها تاني في الشهر اللي انت محتاج ان انت تشتري فيها حاجات من امازون. فبندخل على قيمة حسابك بلاي عندنا هنا كلمة عضوية امازون برايم. بندخل عليها. وعندي اسم هنا كده وعندي ادارة العضوية تحتها. بضغط عليها بالشكل ده. بقول لي ان الخططي تسعة وعشرين جنيه في الشهر وهتجدد يوم واحد وعشرين سبتمبر والنهاردة عشرين سبتمبر. تمام. فعندي تلت حاجة ادارة العضوية. وقال لكم بالتعديس او الالغاء على جوجل بلاي. اضغط عليها. بيوديني على جوجل بلاي. لو ظهرت لي الرسالة دي مش مشكلة اقول له حسنا. واكمل برضو. هنا هقول له ادارة. تمام. وكده وداني على جوجل بلاي. فبيجيب لي تفاصيل الاشتراك بتاعي. المبلغ اللي انا بدفعه والفيزة اللي انا بدفع بيها فاقول له هنا الغاء الاشتراك. تمام? ايه سبب الالغاء? اقول له ارفض الاجابة. او ممكن لا استخدم هذه الخدمة كثيرا واقول له متابعة. هل تريد الغاء الاشتراك? ايوة. سيتم الغاء اشتراكك في نهاية المدة الزمنية للفوترة واحد وعشرين تسعة. ولن يتم تحصيل اي رسوم منك بعد الان. وهنا زي ما قلت لك اهو يمكنك التراجع عن قرار الغاء الاشتراك في اي وقت قبل هذا التاريخ. اقول له هنا اللغاء الاشتراك. بالشكل ده. لقد لغيت الاشتراك بنجاح حسنا. وجاني رسالة على الجميل بتفيد ان انا لغيت اشتراكي في امازون برايم علشان ما يقسمش مني تسعة وعشرين جنيه بالصفة دورية. ممكن بعد كده ارجع على جوجل بلي واقول له اعطي الاشتراك مرة تانية فيبدأ اشترك واستفيد بالعضوية مرة تانية.